السلام عليكم بسأل حضرتك عن الصلاة وأنا جلسة وبقرأ من المصحف بحس إن الصلاة مش مقبولة يعني إيه اللي حاصل؟ يبقى فيه حد بيعمل إيه؟ بيقرأ من المصحف وهو شايف إن قرأته من المصحف ده ماله بيخلي صلاته مش مقبولة هو إيه السؤال ده يمكن إنه يكون بيتكلم على صلاة الإيه؟ صلاة الفرض وبتكلم على صلاة النفل أو أسواء لإني سالم بولي السيدة عائشة أم بها صلى بيها وكان يمسك مصحف اللي يصلي بيها منه يعني إيه؟ يمسك ما عنده من مكتوبات القرآن ويصلي بيه فإيه اللي حاصل؟ فبقى إن ده جائز فيبقى على طول ده إيه اللي حاصل؟ فظهر من ذلك أنه يجوز إنسان أن يصلي بهذا في الفرض وفي النفل يعني إيه بقى؟ يعني الواحد لو صلى وهو بيقرأ من المصحف ده جائز طب لو صلى وهو قاعد بقى وبيقرأ من المصحف هو إيه اللي أثار السؤال ده في ذهن حضرتك؟ إن الهيئة نفسها وقوموا لله يقانتين أنا مش بصلي وأنا وقفة وكمان بقرأ من المصحف في حال كده كإني قاعد مش بصلي آه بس انت فات حضرتك شيء إن لو ده لعذر فده جائز فده جائز في إيه؟ لو كان لعذر في صلاة الإيه؟ في صلاة الفريضة أما في صلاة النفل فده جائز ويجعل الصلاة ده أقل من صلاة القيام إلى النصف فيجوز إن أنا أصلي في صلاة النفل جالسا فيبقى على كل حال سواء أنت صليتي جالسة في الفريضة اللي عذر عندي حضرتك مش قادرة توقفي فصليتي أعدى ولازم نقول إن دولة مسألتين إن الصلاة جالسة دي مسألة والصلاة مع قراءة من المصحف يعني حمله وتقليبه والنظر إليه دي مسألة تانية طيب لو صليتي وانت جالسة وعندك عذر في صلاة الفريضة صلاتك صحيحة طيب لو صليتي في وانت ما عندكيش عذر في صلاة النفل وانت جالسة في صلاتك صحيحة وتكون على النصف من صلاة الفرد طيب طيب وقراءة من المصحف جائزة جائزة يعني إيه يجوز الإنسان وهو بيصلي أن يقرأ من المصحف خلاص يبقى كده صلاة حضرتك مقبولة بنقول صحيحة لأن القبول دا بيد الله سبحانه وتعالى فصلاتك صحيحة على الحالتين إن شاء الله